بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والأشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نستكمل معنا وحدة التقدير وفترات الثقة التي بدأناها بتقدير فترة ثقة للمتوسط والفرق بين المتوسطين وسيكون معنا في هذا الجزء التقدير وفترات الثقة فترة الثقة للنسبة يتم تقدير النسبة بفترة بإيجاد تقدير بنقطة لنسبة النجاح في المجتمع B ثم إيجاد توزيع المعينة لذلك المقدر واستعمال هذه المعلومات لإيجاد فترة ثقة بمستوى ثقة معين تنحصر نسبة النجاح B بداخلها والنظرية التالية توضح ذلك إذا كان B هات بيساوي X عدد من يتصفون بالصفة محل الدراسة مقسوما على N اللي هو حجم العينة يمثل نسبة النجاح في عينة عشوائية حجمها N وكان N كبير يعني حجم العينة كبير فإن فترة الثقة التقريبية لنسبة النجاح في المجتمع الغير معلومة حتكون عبارة عن B هات مرة أيوة أولادي بسمع كده ناقص مرة زائد إذا أخدت الناقص يديني الحد الأدنى الزائد يديني الحد الأعلى دائما أبدا بنستخدم توزيع Z بألفة على اثنين في الجزر التربيعي B هات في المكمل 1 ناقص B هات أحيانا بدل 1 بي هات بنكتبها Q هات Q هات عبارة عن 1 ناقص B هات المكمل النسبة في العينة نفس اللي عملته في الحد الأدنى هو هو نفسه في الحد الأعلى ولكن باستخدام الإشارة الموجبة مثال لإيجاد فترة صغة 95% إذن ألفة 5% لنسبة عدد الطلاب أحد المدارس الأساسية الذين لديهم ضعف في البصر أخذت عينة عشوائية يبقى إن بتساوي 100 وجد أن من لديهم ضعف في البصر كان من بين المية 15 يبقى من يتصفون بالصفة هنا أو X بتساوي 15 المطلوبة وجد تقدير بنقطة للنسبة في المجتمع المجتمع اللي هم عدد الطلاب في المدرسة بالكامل التقدير بنقطة يكون بي هات البي هات عبارة عن X اللي كانت 15 على الN اللي موجودة عندي واللي سحبتها بمية إذن تقدير فترة الثقة هيساوي 0.15 من 100 يكون إذن التقدير بنقطة للنسبة في المجتمع باستخدام العينة 15 من 100 لإيجاد المطلوب الثاني فترة ثقة 95 في المية إذن واحد نقص ألفة 95 ألفة بتكون خمسة من 100 نقسمها على اتنين نحصل على قيمة زد المحفوظة مع ثلاث قيم أو ضمن ثلاث قيم مع تسعين في المية خمسة وتسعين تسعة وتسعين مع تسعين في المية واحد ستمية خمسة واربعين مع خمسة وتسعين في المية واحد وستة وتسعين مع تسعة وتسعين في المية اتنين فاصل خمسة سبعة خمسة أو أحيانا نكتبها اتنين فاصل خمسة تمانية فترة الثقة بتكون خمستاشر من مية اللي هي بي هات ناقص واحد ستة وتسعين مضروبة في جزر بيهاد 15 في المكمل على 100% اللي هو 85 على 100 الحد الأعلى نفس الحد الأدنى ولكن زائد الحد الأدنى هيكون 8 من 100 الحد الأعلى 22 من 100 تمرين لأبناء الطلاب يحاولون أنهم يحلوه يقوم مصنع بإنتاج منتج معين يرغب مدير الجودة في تقدير نسبة الوحدات التالفة فقام باختيار عينة عشوائية إن بتساوي 200 وجد من بينها 40 وحدة تالفة وجد تقدير بنقطة للنسبة في المجتمع بي تقدير بنقطة طبعا هنأخد الـ X من يتصفون بالصفة اللي هي الوحدات التالفة على حجم العينة اللي هو N بـ 200 40 على 200 إرشاد مدهوني هو حلل التمرين بيقول لي حتطلع 20 من 100 فترة ثقة 95 في المية حجم العينة كبير نستخدم توزيع Z توزيع Z المستخدم مع فترة الثقة هذه حيقول لي 20% مرة ناقص مرة زائد 95% حتكون القيمة 91 96 مضروبة في البيهات 20 من 100 في المكمل الخاص بها 80 من 100 على حجم العينة هنا 200 تحت الجزر مرة نطرح مرة نجمة حيديني فترة الثقة بحديها الأدنى والأعلى 0.145 و 0.255 0.255 0.255 0.255 0.255